السلام عليكم. رحمة الله. مرحبا. طلابنا العزاء الصف الاول السنوي. ناخد بعض بعض اسئلة نازج الامتحانات واجابتها وشرحها. اه بيقول لي هنا اختر المجهر الذي يمكن منه يمكننا من رؤية الخلية بهذا الشكل هو المجهر البسيط ولا مجهر ضوء مركب ولا مجهر الالكتروني ناقد ولا مجهر الالكتروني ماسح والاجابة مجهر الالكتروني ضوئي مركب. ما الجرام ضوئي مركب. تمام? طيب تعال نشوف ايه من الشكل المقابل ده. تمام? السبب في عدم حركة جزئات البروتين من داخل الخلية اللي خارجها هو وجود الغشاء البلازمي. الغشاء الايه? البلازمي. ازاي? بص معايا. اه جزئات البروتين تمام? اللي هي مربعة. اللي هي ايه? آآ مربعة. تمام? طيب. آآ جزئات البروتين هو بيقول لي هنا السبب في عدم حرك جزئات البروتين. تمام? جزئات البروتين هدوهم كده بره واحد اتنين تلاتة اربعة تمام? ايه? خمسة ستة سبعة. تمام? وجوه اتنين. تمام? البروتين سوري اللي هي مسلسة اللي احنا عددها دي الاكسجين. البروتين مسلسة. تمام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام? وجوه هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طيب بره مفيش ايه جزئات بروتين. لا هنا ولا هنا. لكن الاكسجين هتلاقي كانوا جوه اه اتنين بس. تمام? اللي هو المربع الاحمر. بقى جوه اربعة. وبره قال له. نفس الحكاية الووتر. تمام? كانوا جوه اتنين اربعة ستة. بقوا ايه? اتنين اربعة. بس. يبقى ايه السبب في ان البروتين ما تحركش من جوه لبره. هو الغشاء البلازمي. تمام? خلاص? طيب. تعال نشوف. اه عند مضغ قطعة من الخبز اللي بضع سواني نجد انا طعمها حلو مما سبق. يمكن استنتاج ان لعاب الفم يحتوي على انزيم يحلل مائيا. النشا الى مالتوز. انزيم المالتيز. تمام? خلاص? اه لكن مش بيتحلل في البقى لنشا. واحنا اصلا قطعة خبز ما فيهاش جلايكوشن. النشا الى جلايكوشن? لا طبعا. تمام? دابول ايما رو دابول ايما. النشا الى سلولوز? لا طبعا. تمام? يبقى الانصر بتاعتي لاجابة بتاعتي النشا الى مالتوز. تمام? طيب. طبعا المالتوز ده سكر سناعي. تمام? بسيط. طيب. الشكل المقابل يوضح احد عضايات الخلايا على طول الميتوكندر. الشكل هو في اي نوع من الخلايا. موجود فين بكسرة? خدنا في الفيديو اللي فيهات النوع موجود في الميتوكندر يعني هو الميتوكندر قصدي وموجود بكسرة في خلايا العضلات. طيب. تعالا نشوف ايه السؤال اللي بعد كده بيقول لي استخر غير المناسب ثم اكتب ما يربط بين الباقي. عند الاميبة والبراميسيوم ونبات الجزر والبكتيريا. الاميبة وحيد الخلية. براميسيوم وحيد الخلية. الجزر عديد الخلية. البكتيريا وحيد الخلية. يبقى الغير مناسب نبات الجزر عديد الخلايا. اما الرابط ما بين الباقي كلهم وحيدة الخلية. طيب تعالا نشوف بعد كده. بقول لي تتشابه بعض انواع الانسجة النباتية فيما بينها في الوظيفة. فسر ذلك. الانسجة النباتية عندي الكولانشيمي والخشب والسكيلورانشيمي. دول بيتشابه في وظيفة الدعامة. مع انهم مختلفين في التركيب. تمام? طيب تعالى للانسجة التانية الخشب واللحاء. مختلفين في التركيب. لكن متشابهين في التوصيل والنقلة. تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده عملية البناء والهدمة. عملية البناء الاولى عملية بلمرة. تمام? لان انا باخد جزئة الصغيرة بخليها كبيرة. تمام? والثانية عملية اكسادة. تمام? عملية اكسادة ليه? لان انا باهدم وبعمل عملية اكسادة للهدم. تمام? طيب. تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. هناك علاقة بين الكربوهيدرات والبلاستيدات. ما مدى صحة العبارة مع التفسير? اه. في علاقة بين الكربوهيدرات والبلاستيدات. تمام? اللي عبارة صحيحة. طيب التفسير. انا عندي البناء الضوئي. بيحصل في البلاستيدات الخضراء. تمام? طيب. اه اللي بيحصل? البناء الضوئي بنخرج منه بينتج منه جولوكوز. تمام? وآآ اكسجين. خلاص. وآآ الجولوكوز ده بيستخدمه خلايا الكائن الحي النبات في انتاج طاقة. الجولوكوز الزائد بيحصل له عملية بالمرة. تمام? هو مونمر. بيتعمل له بالمرة ويتحول لبوليمر. تمام? اللي هو آآ النشا. والنشا الزايدة بتتخزن في البلاستيدة عديمة اللون. وكده نخلصنا الفيديو ده. وتابعونا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.